على هامش الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة تتواصل التحركات الدولية بشأن الملف اليمني في محولة لوضع حد للحرب المستمرة منذ عامين وإعادة المسار السياسي للواجهة بعد التصعيد الأخير في العمليات العسكرية وعقب بيان المجموعة الرباعية الذي أكد على ضرورة التواصل لحل سياسي للأزمة عقد الرئيس هادي سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين الدوليين وزعماء الدول ذات العلاقة بالملف اليمني لعرض رؤية حكومته للحل في البلد وبحث دعم إجراءات الحكومة الأخيرة بما فيها نقل البنك المركزي للقصمة المؤقتة عدن وبحسب وكالة الأنباء الرسمية فقد استقبل الرئيس هادي المبعوث الأممي لليمن إسماعيل الدشيخ أحمد عدة مرات لبحث إمكانية العودة لطاولة المباحثات كما التقى هادي بالأمين العام للأمم المتحدة بانكيمون وفي كل مرة كان هادي يؤكد على جدية حكومته بالتوصل لحل سياسي للأزمة ولكن بما لا يتعرض مع مصالح الشعب اليمني ووفقا للمرجعيات المحددة لهذا الحل وضمنها القرارات الدولية التي لا تزال الميليشيا ترفضها حتى اللحظة كما التقى هادي الممثل الأعلى للالتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية فيدريكا موغريني وبحث معها الأوضاع السياسية في اليمن وعملية نقل البنك المركزي إلى عدن وفي اللقاء ذكرت موغريني أن دول الاتحاد الأوروبي أعلنت تقديم دعم إضافي للجهود الإنسانية باليمن بمبلغ 100 مليون يورو تتصعد التحركات الدولية السعية نحو التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية إلا أن ذلك التحركات تبقى بلا أثر في الواقع ما دامت غير مصحوبة بضغوطات كافية من المجتمع الدولي على الميليشيا التي تدير ظهرها لكل مساعي الحل اشتركوا في القناة